يبدو أن قوات سوريا الديمقراطية تأخذ التهديدات التركية بشن عملية عسكرية شرق الفرات على محمل الجد شبكة فرات بوست الإعلامية أوردت أنباء عن قيام جهاز الأسايش التابع للإدارة الذاتية بإبلاغ سكان حي الفيلات جنوب دوار الكهرباء في مدينة الحسكة بضرورة إخلاء منازلهم بوغية حفر الأنفاق تحتها عملية حفر الخنادق المرتقبة في الحسكة سبقتها عمليات مشابهة في منطقة تل أبيض حيث عرضت قناة تي أرتي خبرت تركيا في وقت سابق تسجيلا مصورا من طائرة دون طيار يظهر تحصينات تقوم بها قسد في المنطقة الحدودية وفي خطوة لتهديئة التوتر بين قسد وأنقرة بحسب مراقبين أصدر التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية تعليمات لقسد بضرورة إزالة الأعلام والرايات الكردية كما طالبها بإزالة أعلام حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية المرأة وحزب العمال الكردستاني إضافة لصور زعيمه عبدالله أوجلان المطالب الأمريكية فاسترها مراقبون أنها ربما تشير إلى عدم رغبة واشنطن ببدء تركيا عملية عسكرية شرق الفرات لضمان مصالحها في المنطقة مصالح لفت إليها وزير الداخلية التركي سليمان سويلو في تصريح له وجه خلاله اتهامات لواشنطن بتقاسم النفط مع من وصفهم بالإرهابيين بأخذ 25% من عائدات النفط في العراق وسوريا مقابل 75% لمن وصفهم بالإرهابيين سليمان سليمان